السؤال الأول يعني أوجد قيمة A هلأ طالما في قاعدة بتقول أنه إذا كان الجزر مرتبته زوجية فمضمون الجزر لازم يكون أكبر أو يصوي الصفر فملاحظ هنا أنه الخمسة ناائس X لازم تكون أكبر أو يصوي الصفر منطر الخمسة لازم تكون أكبر أو يصويك أو X أصغر أو يصوي الخمسة وأيضا لازم يكون X ناائس 5 أكبر أو يصويصفر منطر X أكبر أو يصوي الخمسة الآن الكلس أصغر أو يصوي الخمسة وفي نفس الوقت أكبر أو يصوي الخمسة هده لن يشطيك إلا إذا كانت algún содерж 5 ما في غير هذا الشيء المشترك فمنستنتج إذن أنه X تساوي 5 معنى أنه A تساوي جزر الصفر زائد جزر الصفر زائد جزر الخمسة زائد 4 يعني جزر التسعة فالجواب يكون 3 سؤال الثاني الآن نلاحظ أنه مبمون الجزر 3 نائس X لازم يكون أكبر أو يساوي الصفر معنى أنه يستنتج أنه X أصغر أو يساوي 3 بعد ما نقل هذه لهم ومن هنا أيضا يستنتج أنه X نائس 3 لازم تكون أكبر أو يساوي الصفر معنى أن X لازم تكون أكبر أو يساوي 3 أصغر أو يساوي 3 وبنفس الوقت أكبر يساوي 3 معنى أن X يساوي 3 ما في غير هالقيمة المشتركة بهالمجارين إذا استنتجنا أن X يساوي 3 معنى أن A تساوي جزر الصفر لأن 3 نائس 3 صفر زائد 4 ضرب 3 12 على 6 نائس 0 يعني 12 على 6 يعني 2 سؤال رقم 3 أصغر أو يساوي 0 طيب هلأ هون عنا جزر زائد جزر يساوي صفر والرتبة زوجية معناتها مضمون الجزر الأول يساوي صفر وأيضا مضمون الجزر الثاني يساوي الصفر من المعلومة الثانية نستنتج أنه Y يساوي 3 بعوضا هون Y ثلاثة نائس 3 زائد 4 يعني زائد 1 معنى أن X يساوي نائس 1 جدا أما بعض يعطيني نائس 3 سؤال رقم 4 حلاء هون عندي جزر تكعيبي زائد جزر تكعيبي يساوي الصفر ما بقول إنه مضمون الأول صفر أمان لألا لأنه هون الأصفر دي معناتها أنا لازم أو رتبة الجزر فردية معناتها لازم أنه هذا الجزر التطرف الثاني فبصمعي الجزر التكعيبي لx نائس 5 يساوي نائس الجزر التكعيبي ل7 نائس 2x بكعب الطرفين فبصمعي هون x نائس 5 وهون مماعص بالضل 7 نائس 2x كعبط الطرفين يعني بسيما هي X نقص 5 يساوي مع السبعة زائد 2X بنقول هي لهون وهي لهون بيطلع معي 2 يساوي X إذا قيمة X يساوي 2 سعر رقم 5 طيب هلأ الجزر مع التربيع بروحه بيصف عندي القيمة المطلقة لجزر الثلاثة نائز جزر الثلاثة وهون الجزر مع التربيع بروح بيصف عندي جزر الثلاثة القيمة المطلقة لنائز جزر الثلاثة لجزر الثلاثة نائز خمسة هلأ جزر الثلاثة أكبر من جزر الثلاثة فهذا موجب مضمون القيمة المطلقة فمعد في داية القيمة المطلقة هلأ هون جزر الثلاثة أصغر من الخمسة معناتها المضمون سالب لما أطرح شغلي ناقص شغل أكبر منه معناتها هيصير هذا المضمون سالب لأنه جزر الثلاثة تقريباً واحد وشوي ناقص خمسة فبيطلع الجواب سالب لذلك لازم أضربه بنائص فبيقلب بصير خمسة ناقص جزر الثلاثة طرح جزر الثلاثة مع جزر الثلاثة فجواب خمسة ناقص جزر الثلاثة سؤار رقم ستة طيب هلأ بي ناقص اي على القص مربع مع الجزر بتروح بصف عندي القيمة المطلقة لبي ناقص اي والبي هي واحد ناقص جزر الثلاثة الاي هي واحد يعني بصير ناقص واحد ناقص جزر الثلاثة تروح الواحد مع الواحد بصف عندي القيمة المطلقة لنا هي اثنين جزر الثلاثة يعني اثنين جزر الثلاثة سؤار رقم سبعة عمنا اكس طيب هلأ نحن عمنا الاكس هي جزر الثلاثة زائد جزر الثلاثة الواي هي جزر الثلاثة ناقص جزر الثلاثة هلأ هو كان فيني انا واحد بس يعني الله نفس الشي زائد الواي هي جزر الثلاثة ناقص جزر الثلاثة على جزر الثلاثة زائد جزر الثلاثة هلأ بواحد المقامات فبصير معي جزر الثلاثة زائد جزر الثلاثة على القوس مربع على جزر الثلاثة ناقص جزر الثلاثة زائد جزر الثلاثة هو ثلاثة ناقص جزر الثلاثة يعني واحد هلأ مربع الاول ثلاثة زائد ضعفية الاول بالتاني يعني اثنين جزر الثلاثة لأنه بتصير جزر الثلاثة بجزر الثلاثة زائد مربع الثلاثة يعني مربع جزر الثلاثة زائد مربع الاول ثلاثة مائص ضعفية الاول بالتاني يعني اثنين جزر الثلاثة زائد اثنين على واحد مع الفداية الواحد وهو خمسة فالجواب يكون عشرة سؤال رقم 8 طيب ثم الغامن لا تعال نق씨 وهذه لا تعال هذا و لا تعال نق씨 ثم نسقط نصل إلى 375 فإذا قلنا اسمنا ما بهذا السمم إذا أسمناها على ثلاثة بيقوم بيطلع معي مئة وخمسة وعشرين هلا فوق حخلي الجزر التكعيبي لعشرين شوي وهي الجزر الخمسة عشر حخليه على حالة شوي على هاي بتصير الجزر من المرتبة السادسة للمئة وخمسة وعشرين ضربة ثلاثة طيب حنوحد الرتاب ما قلنا غير هيك يعني ما في غير هالطريقة أو ساعتها بشوف الخمسة أو الثلاثة أو الثنين شو بدي ساي在هم فحمل أو حąt m الأن ويضرب cut 2 هنا اضرب 4% هنا اضرب 3% حسناً جزر من المرتبة السادسة إلى crus 23 جزر القطعου 1 هذه الخمسة والثلاثة وضربο 3 Thanks! اللي هي الخمسطعش على جزء من المرتبة السادسة الـ 125 هي 5.3 ضرب 3 يعني بيصير معي جزء من المرتبة السادسة لـ 4.2 ضرب 5.5 ضرب 3.3 على 5.3 ضرب 3 هلا بتروح الـ 5.5 مع الـ 5.3 بيصف عندي 5.2 بتروح 3.3 مع 3 بيصف عندي الـ 3.2 بيصير معي جزء من المرتبة السادسة هو بكل أحوال جزء من المرتبة السادسة لـ 4.2 ضرب 5.2 ضرب 3.2 فين يروح 2.2 وهذا بيصير 3 يعني بيصير معي جزء من المرتبة لـ 4 ضرب 3 ضرب 5 يعني 20 ضرب 3 يعني 60 جزء من المرتبة الثالثة للـ 60 سؤال رقم 9 لدينا لدينا X يساوي هلا X هي لدينا فينا نقول نحنا انه هي جزء السبعة ناقص 2 على 3 ناقص جزء الـ 6 ضرب مقلوب الـ Y اللي هو جزء السبعة زاء 2 لانه هي بتصير مقلوب الـ Y لانه X على Y يعني كسر على كسر فبقلة بالكسر الثاني يعني بيصير معي هون 3 زاء الجزء الـ 6 جزء السبعة ناقص 2 الجزء السبعة زاء 2 هو 7 ناقص 4 وهي 9 ناقص 6 يعني بيصير معي 3 على 3 فالجواب بيكون 1 سؤال رقم 10 بيصير معي 3 يساوي بدلات X طبعا طيب أنا فيني اضرب البست والمقام جزء جزء 3 ناقص 1 على جزء 7 pronto ايضا نائس جزر الثلاثة والمقام بجزر الثلاثة نائس جزر الثلاثة إذن سأضرب البسط والمقام بمرافق المقام أيضا سأضرب البسط والمقام بمرافق البسط يعني جزر الثلاثة زائد واحد وهون جزر الثلاثة زائد واحد يعني بصير معي جزر الثلاثة نائس واحد بجزر الثلاثة زائد واحد هي ثلاثة نائس واحد يعني اثنين بجزر الثلاثة نائس جزر الثلاثة هلأ هون جزر السبعة زائد ثلاثة بجزر السبعة مائز ثلاثة هو سبعة مائز ثلاثة يعني أربعة بجزر الثلاثة زائد واحد لاحظوا انه هاد شو هاد اكس يعني بسير اثنين على اربعة اكس يعني نص اكس او فيني يقول اكس على اثنين سؤال رقم 11 طيب هلأ المطلوب هو جزر سبعة مائز واحد على جزر ثلاثة زائد واحد هاد اضرب البسط والمقام بمرافق المقام مبدئيا يعني جزر ثلاثة نائز واحد بجزر ثلاثة نائز واحد وايضا حضروا بالبسط والمقام بمرافق البسط اللي هو جزر السبعة زائد واحد وهون جزر سبعة زائد واحد هلأ جزر السبعة مائز واحد بجزر السبعة زائد واحد يعني سبعة مائز واحد يعني سبعة مائز واحد بجزر الثلاثة مائز واحد هون جزر الثلاثة زائد واحد بجزر الثلاثة نائز واحد يعني ثلاثة نائز واحد يعني ثلاثة نائز واحد يعني ثلاثة نائز واحد يعني ثلاثة نائز واحد بجزر السبعة زائد واحد لاحظوا انه هاد شو هاد اكس وستة عتنين يعني ثلاثة فالجواب بيكون ثلاثة اكس في شي خربطنا فيه سبعة مائس واحد ستة مرة تانية اذا جزر سبعة زائد واحد هم مظبوط ثلاثة اكس صح الجواب سؤال رقم 12 عنا اكس يو ساوي جزر اليداعش مائس 2 على اربعة مائس جزر الاثنين طيب هلا المطلوب هو اربعة زائد جزر اثنين على جزر اليداعش زائد اثنين فبدرب البصو المقام مبدئيا بمرافق المقام اللي هو جزر اليداعش نائس اثنين وايضا بضرب البصو المقام بمرافق البسط اللي هو اربع نائس جزر الاثنين اربعة زائد جزر اثنين باربع نائس جزر اثنين يعني ستعاش نائس اثنين يعني اربعة عشر بجزر اليداعش نائس اثنين على جزر اليداعش زائد اثنين بجزر اليداعش نائس اثنين هو ايداعش نائس اربعة يعني سبعة بأربعة مائس جزر الاثنين بتروح الأربعة مع هاي وهذا من لاحظوا أنه هذا اكس فالجواب بيكون اثنين اكس سؤال رقم 13 بدو مين أصغر من مين أصغر من مين هلا بالنسبة للأكس أنا حربع الأربعة وفوت لجوا فبصير مائس جزر ال 16 ضرب 5 ال 16 ضرب 5 هي 8 ال Y حربع الثلاثة وفوتها جوا بتصير 9 ضرب 3 يعني 27 وال Z حربع ال 6 فوتها جوا بتصير جزر 72 هلا انسوا لي النائس شوي يلي مضمونه أكبر هو الأكبر معناها ال X أكبر من Z أكبر من X من Y بس لأنه في نائس بنعكسه بصير X أصغر من Z أصغر من Y طيب سؤال رقم 14 سؤال رقم 14 طيب هون مبدئيا خلوني اعتبر انه هن موجودين بالبسط انسوا لي انه هن موجودين بالمقام يعني افترض انه A موجودة هي جزر تكعيبي للأربعة ال B هي جزر الخمسة وال C هي جزر من المرتبة السادسة للثلاثة وثمانية اعتبر انه موجودين بالبسط تمام حاوحد رتب الجزر يعني هون بضرب اثنين وهون بثنين هون بضرب ثلاثة وهون بثلاثة بصير معي جزر من مرتبة السادسة للستاش وهون جزر من مرتبة السادسة للمية وخمسة وعشرين وهون جزر من مرتبة السادسة للثلاثة وثمانية هلا يلي مقائم مضمونه اكبر هو الاكبر بالتالي B اكبر شي بعدين C بعدين A بس لانه موجودين بالمقامات بينعكس بصير B أصغر من C أصغر من A C سعر رقم خمسة عشر طيب الأي بين الصفر والواحد معناتها فينا نقول اعتبر الأي نص تمام؟ اعتبر الأي نص معناتها الاكس هي نص جزر النص والواي هي جزر التكعيبي للنص والز هي الجزر من المرتبة السادسة للنص طبعا كونه كونه المضموم الجزر نفسه فاللي رتبته اكبر هو الأصغر لاحظ هون هي حتكون 2 أصناعس نص 2 أصناعس نص مظبوط وهي حتكون 2 أصناعس ثلاث وهي حتكون 2 أصناعس أو أو فيك تقول أنه هاي 1 على جزر 2 و 1 على جزر 3 يعني هاي فين يقول أنه هي 1 على جزر 2 وهي 1 على من الجزر التكعيبي للتنين وهي 1 على الجزر التكعيبي للستة طبعا جزر التربيعي للتنين هو أكبر شي فاللي مقامه أكبر شي هو أصغر شي طبعا يلي رتبته أقل هو الأكبر يلي رتبته أقل هو الأكبر فالجزر الاتنين مثلا إذا حسبناها على الآلة الحاسبة جزر الاتنين بيعطينا مثلا 1.4 أما جزر التكعيبي للتنين بيعطينا أقل من هيك لذلك نحنا نستنتج أنه مبدئيا الأكس أكبر من Y أكبر من Z بس لأنه موجودين بالمقامات معناته الأكس أصغر من Y أصغر من Z سؤر رقم 16 طيب مبدئيا أنا فيني أعمل شغلة كما يلي واحد رتب الجزور هون بضرب 2 وهون بضرب 2 هون بضرب 3 وهون بكعيب هلا هي بربعها وفوتها لهون فمصير معي جزر من المرتبة السادسة لأربعة ضرب جزر من المرتبة السادسة لتلاتة أصت تلاتة ضرب X أصت تلاتة يساوي جزر من المرتبة الثلاثة لتلاتة هاي X مكعب لا والله هي هاي 3 أو 6 3 هلا بتروح 4 مع 4 بيروح 3 واحدة مع 3 واحدة يساوي X مكعب يساوي 4 على 3 مربع معناته X تساوي الجزر التكعيبي ل 4 على 3 مربع يعني 9 لا يزال هذه真的 مسارتخفة حسنا نهاية حسنا حسنا